بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين نحمد سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المناقب وكنا توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب ولم يذكر له ترجمة ولكن ذكر العديد من هذه روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أولى روايات التي تكلمنا في صدقها رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله أن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوى مقعده من أنه ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه كما ذكر ذلك القيد صلى الله عليه وسلم إبه إن كان يعلم ذلك إن كان خف عليه الأمر إبه لا حرك ولكن إن علم ذلك ونسب إلى غير أبيه مع علمه قال إلا كفر بالله قلنا المقصود بالكفر هنا هو كفر النعمة كفر النعمة إبه ليس الكفر الناقل عن الملة ولكن المقصود كفر النعمة ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوى مقعده من النار إبه خرجت على سبيل التغليذ والوعيد الشديد أن ينسب إلى قوم ليس هو منهم كما أن هذا الإنسان بينسب إلى غير أبيه ويعلم إلا كفر بالله وإذا نسب إلى قوم هو ليس من هؤلاء القوم أقول أنه مثلا من قبيلة كذا أو من عشيرة كذا أو من عائلة كذا ولم يكن منهم يبقى أيضا هذا كذب وهذا افتراء على الله سبحانه وتعالى قال فليتبوى مقعده من النار ثم ذكر التالية رواية عن وإلى بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه وأن يرعينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل هذا من أعظم الفرى من أعظم أيضا الذنوب وأعظم الإفتراءات يبقى هذا إفتراء يبقى هذا بيفتر الكذب ولذلك قال أن يدعي الرجل إلى غير أبيه يبقى إذا نسب إلى غير أبيه ولكن هو يعلم كما بياننا في رواية السابقة أو يرع عينه ما لم ترى يعني قال رأيت في المنام كذا وكذا هو لم يرى لأن الرؤية من رحمن عطية يعني هذه رؤية من رحمن عطية إذا قال أن الله تعالى أراه كذا على رؤية إذا الرؤية دي من الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا افتراء وكأنه يقول أن الله تعالى أعطاه ولم يعطيه يبقى هذا أيضا كذب هذا افتراء من أعظم الفرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ممكن إنسان يتسأل وكأنه يتسأل لم يرى في الأمر إيه بأس ولكن هذه عطية يقول أن الله أعطاه وهو لم يعطيه فهذا كذب وهذا زور ولذلك قال أو يرع عينه ما لم ترى يبقى الكلام ده موجود عند طوائف من الناس يعني دائما كده في مثل بيبقى منتشر ما بين الناس أن الله تعالى يحب عبده الفشار ولا يحب عبده النكار النكار اللي هو ينكر يعني يجعل حد نعم الله لا الفشار قال أن الله أعطاني أعطاني شوف ينظر بقى إلى قلب الحقائق وتزييف الأمور فالله تعالى لا يحب هذا ولا ذاك هذا في كل الأحوال يبقى ده كذب ده جحود ونكران وده كذب فلذلك قلنا ده مثل منتشر عند الناس بين الناس أن الله يحب عبده الفشار له يقول أن الله تعالى أعطاني وأعطاني وكأنه يتكلم بنعم الله والله تعالى لم يعطيه ذلك الأمر فيما ده كذب هذا افتراء هذا من أعظم الفرة ده نحن نتكلم على مسألة الرؤية فقط يريعينه ما لم ترى رأيته في المنام كذا وكذا وكاذب هذا من أعظم الفرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ممكن الإنسان يرى النداء يعني على ذلك يعني هو لم يتعدى على حقوق الناس لم يتعدى ولكن ده افتراء يقول أن الله أعطاه لهم يعطيه فلذلك احنا ينتبه ما يلفظ من قوله إلا لديه رقب عطيه فدي أمثلة بفيه أمثلة أساسية ممكن موافقة لشرع الرب سبحانه وتعالى وفيه أمثلة مخالفة كهذا المثل يبقى الله تعالى لا يحب الأول ولا الثاني لكن نقول على ذلك قال إن ده مش جاه لنعم الله ما فيش لها مفهوم مخالفة اللي بحس أن يقوله لو قال أعطاني وأعطاه ولم يعطيه يبقى ليس فيها شيء لا هذا أيضا كذب بل من أعظم الفرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل يعشان كده الإنسان لابد أن يكون حريص جدا عند الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولابد من التثبت لابد من التثبت فيه روايات كده مركبة هذه رواية كده يستحسنها الإنسان لكن قبل أن نطق بها لابد أن تعلم سند هذه رواية ومدى صحة هذه رواية ومتى ثبوت هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه وعيد شديد جدا من كذب عليه متعمدا فليتباوم قعده من النار يبقى من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا وعيد قال فليتباوم قعده من النار والإنسان لو حكى الكذب حتى لو لم يتعمد فهو كذاب يبقى لو الإنسان حكى هذا الكذب وهو أساسا لم يتعمد فهو كذب يبقى هذا كذاب لأنه هو بيحكي كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم ورزال أحديث الموضوع إيبا هذه أحديث قاله لم تثبت ولكن ممكن يكون تركبة الكلام يعني بيستحسنها الإنسان فانتبه إيبا لا تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت إلا وأنت متثبت من صحة هذا الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا يطرى أين سند هذا الكلام فين سندوا في أي كتاب من كتب السنة نراه وماذا تصحيح وتضعيف العلماء لهذه الرواية يبا التثبت كده حريص الإنسان على نفسه ألا ينسب كلاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن كان فعلا صحيح وكذلك ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره أن ده أمور تشريعية ولا تعرف التشريع إلا من جاءة النبي صلى الله عليه وسلم عدد سنة حريص جدا مهما كانت الرواية يعني على ذلك رأى حسنة إلا لا تتحدث بها إلا بعد التثبت من صحة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لأن في البعض يتأول البعض يتأول قال من كذب علي متعمدا فليتبا من قدر قالوا نحن نجذب للنبي ليس على النبي نجذب للنبي عشان مثلا يحببون الناس في الطاعة أو في أي أمر من هذه الأمور يختارعون حديث ينسبونها للنبي صلى الله عليه وسلم من باب تحفيز الناس أو حسن الناس على فعل تلك الطاعة وكذب فهم يقولون نحن نجذب للنبي لنجذب على النبي لأنه رواية تقول من كذب علي متعمدا يبقى ده كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نحن نجذب للنبي كنا يقولون نجذب لصالح الدين فعلى ذلك ده كذب وده كذب بس ده ما عصي الله إلا بالتأويل وزين لهم الشيطان وعماله ده من تزين الباطل يعني من تزين الشيطان الباطل أمثال أولاد ودايما نجد أن الشيطان بيستحوذ على الجهال ده إنسان جاهل أساسا بيستحوذ عليه الشيطان يبقى نجد أن الجهل هذا عنصر الشيطان يستطيع أن يستحوذ على الإنسان من خلاله إذا يجب فيه قواعد كده وثوابت عند الإنسان لا يتعدها يجب من القواعد أنني لا أتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد التثبت واليقين أن هذا الكلام فعلا منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك هذا سند صحيح كلام صحيح في نسبة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر رواية عن أبي جمرة رحمة الله قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن من هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نخلص إليك إلا في كل شهر حرام فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغ من وراءنا قال أمركم بأربعة وأنهاكم عن أربعة الإيمان بالله شهد أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت فبيذكرنا قدم وفد عبد القيس وهم من ربيعة ليسوا من مضر ليسوا من مضر أن هذا المقصد من إرادة ذروية قال رسول الله إن من هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر يبقى هم ليسوا من مضر لكنهم من ربيعة فلسنا نخلص إليك إلا في كل شهر حرام فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغ من وراءنا يبقى كلام مجمل أنهم لا يستطيعون أن يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا في شهر حرام وكانوا في جليع يعظمون الأشهر الحرم يبقى لو كان هناك حروب قائمة بين هذه الطائف رغم أنهم على الكفر ولكن كانوا يعظمون الأشهر الحرم إن جاء شهر حرام يبقى على ذلك قاعدوا أمسكوا عن الحروب إذا انتهى عادوا مرة ثانية وبالتالي من أراد أن يمر بين هؤلاء يعني هذا عدو الأول عدو للثاني والثاني عدو للأول لكن لما يكون في شهر حرام على ذلك لو مر بين هؤلاء القوم لا يتعدون عليه لا يعتدون عليه فلذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن من هذا الحي الربيع قد حلت بيننا وبينك كفار مدر فلسنا نخلص إليك إلا في كل شهر حرام يبقى لي لأنهم كانوا يعظون الأشهر الحرم يبقى تخيل كده قتال دائر ما بين هذه الطائف الجاهلية يأتي شهر حرام يبقى على ذلك يرفعون الأمر يرفعون السلاح وبالتالي على ذلك يمسكون عن الحرب إذا انتهى عادوا مرة ثانية يستكملون لكن كان عندهم تعظيم للشهر الحرم للأشهر الحرم لذلك قالوا فلسنا نخلص إليك في كل شهر حرام فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا يبقى يتعلمون ويطبقون وكذلك يفاعلون هذا عن طريق نشر وإذاع ذلك العلم وبالتالي ونبلغه من وراءنا ولذلك يبقى الإنسان حريص جدا أن يبلغ ما يتعلم يبقى يجعل له بيئة يتحدث في هذه البيئة من خلال ما يتعلم أن حتى لا يكون كاتما للعلم حتى لا يكون كاتما للعلم دايما كده نتذكر يعني كما إحنا بنؤكد دايما من خلال هذا الكلام لذكراء أبو غريرة رضي الله لو لا يتعلم في كتاب الله بل لا يتعلم هي التي بينطلق من خلال الإنسان والتالي يسعى لنشر ويذعى ذلك العلم حتى لا يقوم بكتمه في صدر إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلاحوا وبينوا فأولئك توعي ونتوا بالرحيم لبال مطلوب مطلوب الإنسان يبين قلنا البيان معناها قم بنشر ما تتعلم لا تكتمه أبدا فربما مبلغ أن يكون أوعى من سامع بل ليقوا عني ولو آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده إيجابية المسلم أن يشارك أساسا في إزالة وإزاحة الجهل عن المجتمع يبقى المسلم يشارك كده مشاركة إيجابية في إزالة وإزاحة الجهل عن المجتمع لأن لما ينتشر ذلك العلم في المجتمع يبقى هذا المجتمع حيحدث فيه الألفة الترابط المودة التآخي التآذر يبقى مجتمع كلحمة واحدة فلذلك قالوا نبلغ من وراءنا قال أمركم بأربعة وأنهاكم أربعة أمركم بالإيمان بالله وقالوا أتدرون ما الإيمان بالله فقال الإيمان بالله شاهد أن لا إله إلا الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت وأن دي أوعية كانوا ينتبذون فيها يعني كانوا يعني أسلام يضعوا فيها إن كان الطمر والعنب وغير ذلك ويطركونها حتى يتخمر ليكون لهم خمرا فكانت دي أوعية استعملها في ذلك فنهاهم عن ذلك ثم رخص لهم وأنها ليس لحرم في ذات الأشياء دهية ولكن دي كانت وسيلة من وسائل وكانوا ينتبذون فيها الخمور فأراد منع الوسيلة منع الوسيلة فلذلك دي كلها كانت أوعية ينتبذون فيها فنهاهم عنها النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك رخص لهم في استعمال دي الأشياء دايما وسائلها حكم المقاصد وسائلها حكم المقاصد لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا العنب دي ثمرة طيبة ولكن هو أساسا نعلم أن هذا ما أقضى العنب إلا لتحويله إلى الخمر فلما احنا نعرف كده يبقى على ذلك يمنع بيع العنب لمن يتخذه خمرا مش لحرم في العنب ولكن الحرم أساسا أنه ده هيستعمل في حرام فأي أمر بيغضي إلى حرام بيأخذ نفس الحكم يبقى أي شيء بيغضي إلى حرام يأخذ نفس الحكم إنها وسيلة يبقى نقول على ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في زمن الفتنة بيع السلاح ليس بحرام ولكن في زمن الفتنة لأن الآن نعلم أنه لا يستخدم إلا في التقتيل وغراقة الدماء يبقى نهي عن كده لهذا السبب لكن ليس لحرم موجودة في نفس الشيء فالوسائل دايما لا حكم المقص ثم ذكر رواية عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله أعلى منبر ألا إن الفتنة هاهنا يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان حيث يطلع قرن الشيطان يبقى قال يشير إلى المشرق حيث يطلع قرن الشيطان وعلى ذلك قال ألا إن الفتنة ها هنا يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان ثم ذكر باب ذكر أسلم وغفار ومزينة ودعينة وأشجع كلها من مضر كلها من مضر قال في رواية عن عبد الرحمن قال في رواية عبد الرحمن من هرمز اللي هو الأعرج رحمه الله عن أبي رايرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع مولي ليس لهم مولى دون الله ورسوله أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاع من بر غفار غفر الله لها وأسلم سلام الله عصية عصد الله ورسوله ثم ذكر رواية عن أبي رايرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم سلامها الله وغفار غفر الله لها أيضا في رواية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة فقال رجل خابوا وخسروا فقال لهم خير من بني تميم ومن بني أسد ومن عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة أيضا رواية الأخيرة رواية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما بايعك صراق الحجيد صراق الحجيد من أسلم وغفار ومزينة وحسبه قال وجهينة قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وحسبه قال وجهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وآسد وعطفان خابوا وخسروا قال نعم قال والذي نفسي بيدي إنهم لخير منهم فبيذكر هنا باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع فقال أنهم كلها من مضر قال في هذه الرواية عن أبي عريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع مولي أنصاري قال ليس لهم دون الله ليس لهم مولى دون الله والرسول وذكر لماذا يعني يطر ليه لأنهم كانوا أسرع في الاستجابة للإسلام لما دعوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا أسبق من من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال أيضا هو على المنبر غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله يبقى كأن الإنسان ليه حظ ونصيب من اسمه يبقى لما قال غفار غفر الله لها ليه حظ ونصيب من ذلك الاسم أسلم سالمها الله عصية عصت الله ورسوله فيبقى الإنسان كأنه ليه حظ من اسمه يذلك الإنسان ينتقي الاسم الطيب لولدي ينتقي الاسم الطيب لولدي وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيغير الأسماء المكروهة إلى أسماء أيضا محببة إلى النفوس وكأن الإنسان له حظ من اسمه فلذلك قال غفار غفر الله لها دع لها وأسلم سالمها الله عصية عصة الله ورسوله ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي رايرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها إذا دع لهم أيضا صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا أسرع استجابة لما دعاهم إلى الإسلام بذلك ذكر رواية عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان من بني عمر بن صعصعة فقال رجل خاب وخسره قالهم خيرا من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان بني عمر بن صعصعة قلنا السبب في ذلك السبب لأنه كانوا أسرع إجابة من هؤلاء لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام لذلك قال أيضا تصحيحا للمفاهيم كما يقول أبو بكر رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما بيعك صراق الحديد نكلم عن هؤلاء قوم بيقضح فيهم يعني دول اللي بيعوك أساسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وغيفار ومزينة ودعينة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان أسلم وغيفار ومزينة ودعينة خيرا من بني تميم وبني عامر وآسد وغطفان خابوا وخسروا قال نعم قال الذي نفسي بيده إنهم لخير منهم الخيرية كانت إزاي في صرعة استجابة هؤلاء إلى الإسلام في دخولهم إلى دين الله عز وجل لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم استجابوا على الفور فكانوا لهم السبق في هذا الأمر وبالتالي الخيرية كانت نتيجة لسبق هؤلاء في دخولهم إلى دين الله سبحانه وتعالى مذكر باب التالي باب ذكر قحطان ذكر قحطان وإلى قحطان بتنتهي أنساب أهل اليمن فذكر قحطان مرت طبعا علينا رواية يعني هذه رواية لما ذكر معاوية رضي الله عنه وقال أن عبد الله بن عمر بن عاص وحدث الناس يكون ملك من قحطان فغضب معاوية رضي الله عنه فغضب معاوية لكن ده كلام ثابت لذلك قال باب ذكر قحطان قحطان إذا أيضا هيكون له مكانة وله أيضا قوة ويسمع له قال باب ذكر قحطان فعن أبي عريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوك الناس بعصاه قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوك الناس بعصاه يسوك الناس بعصاه دي كناية عن الملك يعني كناية عن الملك يعني هو يبقى كحال الراعي مع الغنم يمكنه أن يكون له أيضا قيام على المسلمين هذا القحطاني قال لا تكون ساعة يخرج أجل من القحطان سوق الناس بعصا قالوا أن القحطاني ده سيكون بعد المهدي ويصير على سيرة المهدي على سيرة المهدي يعني هيبئة موجود في زمن عيسى عليه السلام في زمن عيسى عليه السلام وقالوا وكأن عيسى عليه السلام ينيبه على الأمور المهمة وشؤون همة فيقوم عليها القحطاني بدأ يكون بعد المادي يصير على سيرة المادي ويكون أيضا في زمن عيسى وأن عيسى يوليه يعني يوليه بعض الأمور العامة والأمور الهمة ليقوم بها يبقى الكلام دو يبقى مش هو رجل أساسا عنده شرور أو مضرة على المسلمين لا هذا هو في زمن عيسى عليه السلام معلوم حيتم القضاء على الدجال أولا وأجود ومجود وتكون هذه الطائفة التي أملت مع عيسى وأن الله تعالى يأمر أرض بإخراج البرغة لغير ذلك فقالوا أن القحطاني يسوق الناس بعصائب ألاه دي كناية كده إشارة إلى الملك وأنه له يعني رأيه له نفوذ والقحطاني ده حيبقى بعد المادي ويسير على سيرة المادي ويكون أيضاً أيسى عليه السلام يوليه كنائب في بعض الأمور الهمة ثم ذكر باب ما ينهى عن دعوة الجاهلية قال باب ما ينهى من دعوة الجاهلية ذكر رواية عن عمر بن دينا رحمه الله أنه سمع جابيرا رضي الله عنه ويقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من مهاجرين حتى كثروا وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصارياً فغضب الأنصاري غضباً شديداً حتى تداعوا وقال أنصري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة أهل الجاهلية ثم قال ما شأنهم فأخبر بكسعة المهاجرين الأنصاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة وقال عبد الله بن أبي سلول ابن أبي بن سلول قد تداعوا علينا ليرجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز من الأذن فقال عمر ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث لعبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه ثم ذكر رواية عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قال ليس من من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوة الجاهلية هذا الشيء من الكلام قال ليس من من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوة الجاهلية قال باب ما ينهى من دعوة جهلية قال دعوها فإنها منتنة يعني العصبية الجهلية يعني نقول أن فلانا يتعصب لقومي أو لعشرتي ولأهلي حتى لو كان الظلم صدر منهم يعني دي عصبية جهلية يعني نقول للإنسان يناصر الحق يعني يناصر الحق لا يناصر بقى العشيرة أو القبيلة أو العائلة حتى لو كانت مخطية أو كانت ظالمة أو متعدية ده كان التناصر ما بينهم في الجهلية هذه دعوة جهلية يبقى كانت النصرة ما بينهم أساسها ليس النصرة للحق ولكن النصرة للقبيلة عصبية جهلية بقى لذلك قال دعوها فإنها خبيثة دعوها فإنها منتنة والسبب في ذلك كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال غزونا ما عند بي صلى الله عليه وسلم وقثاب معه ناس من وجين حتى كثرهم وكان وجين رجل لعاب فكسع أنصريا رجل لعاب يعني آل يدربه على دبره فكسع أنصريا فغضب الأنصري غضباً شديداً حتى تداعوا هذا المهاجر فعل ذلك يبقى غضب الأنصري غضباً شديداً حتى تداعوا ترشقوا بقى بالكلام لغاية ذلك وقال الأنصري آل الأنصار وقال المهاجري يا المهاجرين كل واحد بيدعو على قومه وعلى قبيلته على عشراته على أنصاره فعلى ذلك اجتمعوا القوم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة آل الجاهلية عصبية جاهلية عصبية جاهلية كل واحد بيدعو القوم الذي ينتسب إليهم وبالتالي على ذلك يبقى أجابوا هذه الدعوة يبقى أجابوا وبالتالي يبقى أجابهم كده حيحدث تراشق وتقاتل ما بينهم طب إيه السبب في كده كل ينصر من ينتسب إليه طب أين الحق يبقى المطلوب كده يبقى يدعى الإنسان لذلك انظر أين الحق انصر أخيك ظالما أو مظلوما لو كان مظلوما عرفنا أنصره إزاي يرد إيه حي يرد له ذلك الحق إن كان ظالما يبقى نأخذ على يديه يبقى ده يسأل انصر أخيك ظالما أو منصر مظلوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أنظر بقى الرواية ده هيت لو الواحد أراها كده يبقى كانها بتدعو على صواج لا يبقى لابد من الفهم أساسا للروايات أنصر أخيك ظالما أو مظلوما يعني كأن كده يعني هي دعوة للجاهلية العصبية الجاهلية أنصره كده إن كان ظالما مظلوما نتيجة الانتسام للأسرة أو العائلة أو العشيرة أو القبيلة لا بيّن ذلك لذلك الصحابة فهموا وقالوا طب هذا مظلوم ننصره كيف نصره مظلوم أن تأخذ على يديه فبين المسألة تنصر الظلم إزاي ترده تنكر عليه ذلك الأمر تأموره أن يستقيم على رب سبحانه وتعالى وأترك الجور والظلم يبقى أنت مأمور بذلك يبقى لذلك الصحابة دايما كده ما أشكل على الصحابة كانوا يسألون يعني إحنا لو خدنا رواية كده يبقى بكلامها بنفس المنطوق يبقى ممكن يسأل أن يفسرها كما يرى هو كما يرى لا الصحابة عارفين يعني الشريعة أساسا بتنع عن التعدي يعني الجور عن الظلم فكيف أنصره يبقى ده المظلوم عارف أنصره إزاي يبقى على ذلك أعينه حتى يرد له ذلك الحق طب الظالم لشان كده كان سؤال للصحابة رضي الله عنهم لأنه دي معلوم أن يعني هذه الشريعة لما جاءت جاءت بتزيح وتزيل الظلم والجور حتى عن الأعداء يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء من قسط ولا يجرم أنكم شهداء من قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى تقول الله أن الله خبيرهم بما تعملون يبقى حتى ده مع الأعداء يبقى لابد من العدل والإنصاف يعني عدوة أولا لا تحملك لا تحملك على الظلم والجور يبقى العدل والإنصاف يبقى مع القريب ومع البعيد مع القريب والبعيد ما فيش مجاملة يبقى ليس هناك مجاملة في ديني لأنه قريب كده إحنا نحبيه وده بعيد على ذلك يكون الجور والظلم لا القريب والبعيد يبقى شأنهم شأنوا واحد في مسألة العدل والإنصاف ولا يجرم لكم شأنهم يقون على أن لا تعدلوا عدويتهم ما تدفعكش كده للجور والظلم اعدلوا وأقرب للتقوى تقول الله أن الله خبيرهم بما تعملوا يبقى العدل والإنصاف حتى مع الأعداء لكن بيبقى دي عصبية جاهلية وبالتالي كيف ننصر تركنا اللفظة كده كل واحد يفسر اللفظة بهواه فإلا دائما نعود كده إلى آل العلم نعود أيضا كما فعل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عما أشكل عليه من هذه الأمور ولذلك قال نصر ذلك الظالم بردع عن ظلمه بردع يبقى أن تقف في وجه ذلك الظلم حتى لو كان قريبا لك أو من أقرب الناس ديك تقف في وجه حتى تدفع عن ظلمي وعن جوري ويعود ويستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى لذلك قال ما بانه دعوى أهل الجارية ثم قال ما شأنهم فأخبر بكسعة المهاجر الأنصري قالوا أن المهاجرين ده اعتدى وضرب ذلك الأنصري على ضبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة ليدعوها فإنها منتنة لها العصبية الجاهلية خلاص جاء الإسلام لكي يكون الترابط ما بين أفراد المجتمع ما بناها على الألفة والمودة والترابط ليه؟ لأنهم يتوجهون في عباداتهم لإله واحد وقلوب مؤتلفة على كتاب ربي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فما فيش أساسا مجال لهذه العصبية الجاهلية جاء الإسلام وأزال وزح ذلك من طريق المسلمين إنما المؤمنون أخوة المسلم أخو المسلم رواية كثيرة جدا بتحث على ذلك يعني تحث على ذلك الأمر وهذا الترابط ما بيننا كمسلمين يبقى 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 يبق حتى لو كان بينك وبنهم نسب فالأخوة الدين بتقدم على أخوة الإسلام لا تجد قوما يؤمنون بالله والآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم وليك كتب في قلوبهم الإيمان هو الإيمان كده الإيمان دام وزين الإيمان يبقى على ذلك اعتبارات لأخوة الدين مقدمة على أخوة النسب يبقى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها في النهاية خبيثة وقال عبد الله بن أبي بن سلون رأس المنافقين أقد تدعوا علينا ليرجعنا إلى المدينة لخجانا لعزونا الأذن أيضا يعني أنه بينتظر أي خطأ أو مخالفة حتى يعود إلى سرطه ويحاول أن يفرق بين المسلمين فقال عمر رضي الله عنه ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث خبيث عايز يحدث فتنة بين المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابا حتى واستحق ذلك تركه من أجل المصلحة وهذه قاعدة دائما مصلحة والمفسدة مصلحة والمفسدة يبقى في مصلحة ومفسدة أيهما أرجح فالقرار بيتاخذ بناء على هذه الرؤية احنا مر علينا أيضا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها لولا حداثة أؤلاء القوم بالكفر لقام بهدم الكعبة وإقامة الكعبة على قواعد إبراهيم على قواعد إبراهيم على ذلك لكن ما الذي منعه من ذلك حداثة أؤلاء القوم خفض أن يحدث عندهم فتنة فطرج ذلك من أجل المصلحة وكان يتألف هؤلاء أيضا بالمال يتألفهم ولماذا فيه مصلحة أساسا يتألف هؤلاء معنى لم يشاركوا أو غير ذلك لكن كان تأليفا لهم فيه مصالح ومفاسد قاعدة دي من قاعد الهمة يعني من قاعد الهمة فأي الأمرين أرجح هل المصلحة أرجح من المفسدة ولا المفسدة أرجح من المصلحة نرى في كتاب اللحظة جل يسألونك على خبر المعيسر قل فيما إثم كبير ونفع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فكانت الحرم معنى فيها نفعه ولكن التغليب هنا لجانب المفسدة تغليب هنا لجانب المفسدة هنا غلّب الجانب فنقول هذا يستحق للقتل ولكن لم يأمر بقتله حتى لا يتحدث الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتو أصحابه لسه المسألة محتاجين للناس سيدخلنا إلى دين لعز وجل يعني فيه مصلحة ومفسدة فدائما بس تطبيق القاعدة دي تحتاج إلى علماء ثقات عشان نطبق الكلام ده تحتاج إلى علماء ثقات فين المصلحة فين المفسدة أنت قد تنظر المفسدة أعظم وهي المفسدة أقل من المصلحة أو تنظر المصلحة أعلى وهي المصلحة أدنى من المفسدة اللي يقص كده ببقى علماء ثقات يزينون ذلك الأمر لكن دي قاعدة بتطبق قاعدة المصلحة والمفسدة وبالتالي دايما إحنا يعني ننتبه أن الأمر ده بيرد إلى آل العلم الذي نثق في دينهم وفي علمهم وبالتالي على ذلك يخرجون لنا ذلك الأمر في نفس الأمر في مصلحة ومفسدة نفس الأمر هل أي الأمر أغلب المصلحة أغلب ولا المفسدة يبقى دائما يحتاج زي ما احنا قلنا يا سيوح الخمر ميسر قل فيما اسم كبير ومنافع للناس يبقى الخمر فيها منافع ولكن اسمه ما أكبر من نفعين فكانت التحريم يبقى كان في مصلحة فيها مصلحة لكن المفسدة أعظم وبالتالي كان التحريم لذلك فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه ثم ذكر رواية عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجهوب ودعا بدعوة الجهلية ونرجعنا كلام إذن الله سبحانه وتعالى للمرة القادمة اتبذ ذلك القادر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك ترجمة نانسي قنقر